الأستاذ عبد الكريم جعفر أحمد الربيعي الكشفي من محافظة ديالة الحاصل على شهادة البكالوريوس في الشريعة من جامعة بغداد والمتسلسل في الحياة الوظيفية وصولا إلى الإدارة العامة لتربية محافظة ديالة منذ سقوط النظام وثم أحيل على التقاعد ولديه الكثير من المشاركات والإسهامات البحثية والنشاطات الثقافية والاجتماعية فليتفضل بإلقاء ملخص بحثه مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد والي وصحبي الأخيار بدءا أشكر العتبة العباسية على حسن التنظيم وكرم الضياف والاستقبال كما أشكر الحاضرين على حسن الزغار بحثنا طبعا دار على ثلاثة محاور المحور الأول أخذنا نظرة على حقوق الإنسان بشكل عالمي والمبحث الثاني أخذنا نظرة على حقوق الإنسان في منهج أهل البيت والمبحث الثالث نظرة على حقوق الإنسان في منهج الإمام العسكري المبحث الأول توصلنا إلى نتيجة أنه في أغلب العالم المتحضر أنه الظلم والجر هو الأصل وحقوق الإنسان هي الفرع المسألة الثانية بالنسبة لمبدأ حقوق الإنسان في أهل البيت طبعا أهل البيت أول الناس السباقين إلى منهج حقوق الإنسان وأهل البيت لا يؤمنون بحقوق الإنسان بل يؤمنون حتى بحقوق الحيوان وعدنا في نصوصنا طبعا أنه يقول أنه الشات أو البقرة لا يجوز ذبحها قبل أن تسقى الماء وهذه قمة في الإنسانية أو لا يجوز ذبحها شات أخرى أو بقرة أخرى طبعا هذه قمة بالإنسانية أفضل وثيقتين في حقوق الإنسان طبعا يعني خلدهم التاريخ هو أهد الإمام علي إلى مالك الأشتر ورسالة الحقوق للإمام زي العابدين وهذه الأثنين بحاجة إلى دراسة طبعا علي بن أبي طالب عليه السلام لا يؤمن بحقوق الإنسان فقط وإنما بحقوق المعوقين يعني لأول قائد تاريخي يذكر حقوق أصحاب الإحتياجات الخاصة في أهد إلى مالك الأشتر وأيضا يوصي مالك الأشتر يقول لحينما تلتقي بالناس أريد العسعس يكونوا بعيدين عليك هذه قمة في الديمقراطية طبعا هذه قمة في الديمقراطية يمكن ما موجودة في العالم المتحضر طبعا واتناولنا أيضا يعني بحقوق الإنسان عند أهل البيت في مواضع كثيرة الآن رح أخذ طبعا البحث طويل فرح أخذ بس ثلاث ركائز أكد بيها الإمام الحسن العسكري على حقوق الإنسان الإمام الحسن العسكري عليه السلام أكد على أمية عقيدة التوحيد وذكر في أكثر من أقواله على مسألة توحيد الله وعبادته وغيره من الأمور بينما شوفوا المادة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في باريس بها مادة شو تقول تقول حق الدين والعقيدة بينما أهل البيت أكدوا على هذا الجانب قبل مسألة يعني قبل الإعلان العالمي أيضا الإمام الحسن العسكري أكد على مسألة حقوق مسألة نبذ الرق والعبودية والحرية فقد ورد أن شخصا اسمه علي بن زيد توفت جاريته يقول زرت الإمام الحسن العسكري في بيته فحينما هممت بالخروج أشار ليه بالبقاء فيقول حينما انفرد بيه قال إن جاريتك فلانة قد توفت وكانت بارة بك فهذا مبلغ تحريرها يعني هذا المبلغ رحطيك يا تنفقه في سبيل الله جزاء لتحريرها ومسألة الرق أعتقد عنده للبيت هي مسألة وجهة نظر يعني أنا أعتقد أنه أهل البيت يستحيل يؤمنون بالعبودية والرق يعني الإمام علي ما عنده رق ما عنده جوالي النبي محمد عليه الصلاة والسلام ما عندهم أيضا جوالي إذا كان عندهم جوالي الغرض من هذا المسألة هي التحرير يعني مقصدهم يجيبون كجوالي مثل ما موجود عند الخلفاء بالآلاف وغيرها طبعا هذه وجهة نظر يعني ربما هي وجهة نظر القاصرة يعني المسألة الأخرى أكد على أهمية حق المرأة وذلك عندنا قوال مثلا يوجه كلامه للنساء الإمام الحسن العسكري إن الحياة مقدار فإن زاد على ذلك فهو ضعف المادة المادة السادسة عشر من حقوق الإنسان من الإعلان العالمي في باريس 1948 أقدت للرجل والمرأة حق التزوج وهما متساويان في الحقوق وللمرأة حق التمتع بحماية المجتمع والدولة أيضا الركيزة الأخرى اللي أكد ركاز أخرى كثيرة أكد عليها الإمام عليه السلام مثلا حق التعلم وحق حسن الجوار وغيرها لا أحب الإطالة بس توصلنا إلى نتيجة النتائج هم النتائج أن أهل البيت هم السباقون على الجميع في مسألة مبدأ حقوق الإنسان إثنيا أن الإمام الحسن العسكري كان من الأوائل المؤمنين بمبدأ حقوق الإنسان حال وحال أهل البيت الآخرين بالنسبة حقوق الإنسان في منهج أهل البيت وفي الإسلام المحمدي هي حقوق ربانية وإلهية بينما حقوق الإنسان في القوانين الأخرى هي حقوق وضعية وإكيد الإلهي والرباني هو أفضل من الوضع شكرا لصغائكم وكل مؤتمر وأنتم بخير شكرا جزيلا لجناب الباحث الأستاذ عبد الكريم جعفر الكشفي ونفتح باب المداخلة والنقاش واللحاظ إن كان هناك منها نعم سمحت السيد جزاكم الله خير رحسنتم طبعا لا يغفى على حضاراتكم وحضارات السامعين أن مسألة الحقوق هي مسألة فطرية كأنه كل إنسان له حق في هذه الدنيا بعد أن أوجده الله تبارك وتعالى لكن موازين الحق وتقنينها لا شيء تختلف وهناك قضية نعبر عنها حكم بمعنى أن الله تعالى أوجد الإنسان وأيضا أرسل رسل وبين أحكام كثيرة للشرائع وكان في خاتمتها نبينا صلى الله عليه وآله فلابد من التفرق ما بين أن يكون هذا حكم من الشريعة المقدسة وموضوع هو الناس أو موضوع هو الحيوان أو موضوع هو الرق كما ذكر أو موضوع الأمة أو موضوع الحر لكن هو بالنتيجة حكم شرعي وبينما يكون من الحقوق وهذه الحقوق تارة تنقل وتارة لا تنقل أعتقد قضية الإصطلاح بما يسمى بحقوق الإنسان بهذا العرض العريض أيضا تحتاج إلى تنقية وكتداخل عندما نقول أن أهل البيت عليه السلام قد كانوا سباقين لمسألة حقوق الإنسان وحقيقة هذا المعنى ليس بهكذا ينطرح وإنما لا بد أن نعرف أصول الشريعة عموما ونميز ما بين أن يكون هذا حكم شرعي وبين ما يكون هذا من الحقوق لأنه الفارق بين الحكم وبين الحق من المسائل المهمة والدقيقة أيضا وعندنا كثير من البحوث علمائنا وقد أيضا رسائل وأطاريح لغرض التفرق ما بين الحكم والحق وعلمان يبحثون هذه المسألة في كثير من المعاملات عندما يميزون مثلا بين حكم الرضاعة مثلا أو حق الرضاعة وبين حق التحجير وهناك حقوق قابلة للنقل وحقوق غير قابلة للنقل فهذه المقدمة أعتقد ضرورية للباحث ثم ندخل بما يتعلق في المقارنة ما بينما مشرع في حقوق الإنسان دوليا وما بينما ذكرتها مدرسة أهل البيت عليه السلام بهذا الفارق شكرا لكم أن سمعت السيد حياكم الله هل هناك من مداخلة أخرى نعم طبيلة الشيخ أحسنتم دكتور جزاكم الله خير الجزاء هناك فرق بين التأسيس والتجسيد التأسيس قام به النبي صلى الله عليه وآله حينما أسس نظام الدين الإسلامي النظام المتكامل ما تفضلتم بذكره من شواهد إنما هي تجسيد لهذا الدين تفضلتم بأن الإمام أمير رمي مثلا عليه السلام هو أول من يعني طالب بحقوق الإنسان هو أول من جسده خلي نعبر أما الذي أسس هو الدين الإسلامي النبي صلى الله عليه وآله القرآن وهكذا الإمام العسكري عليه السلام إنما جسد هذه المفاهيم تجسيدا كاملا دقيقا تاما شكرا 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 لفضيلة الشيخ نكتفي بهذا القدر عفو العفو عفو عفو سيد نرغاني يعني شرفني مداخلتك يعني بس أريد أسأل يعني حتى إذا كان حكم إنساني يعني حكم شرعي إنساني هل لا يدخل هذا في مبدأ وقلنسان شنو وجه التعارض يعني ويهما بداح وقلنسان سيد المؤمن السيد عفوا الأحكام الشرعية لا تقبل التأويل خصوصا يعني بعد النبي صلى الله عليه واله الأحكام غير منسوخة أما الحقوق قد تتأثر بثأثر الموضوعات الخارجية أكو فرق الحكم الشرعي موضوع لإنسان هكذا يعني يستحب أن تسقى الشات ماء قبل هذا الاستحباب لمن مو للشات الاستحباب الاستحباب للذابح هو يحصل أجر لكن هذا الحكم موضوع ما هو موضوع الشات التي تريد أن تذبح أو مثلا عندما نقول أنه أجل الله السام الكلب والخنزير البريان نجسان نجسان بأي لحاظ باللحاظ نحن يعني نحن إذا باشرناهم برطوبة مسرية لابد أن نطهر أيدينا أما هو الخنزير والكلب من الحيوانات التي الله تعالى خلقها لمصالح وإياكم والمثل ولو بالكلب العقول في الوقت الذي نحن نتجنب من نجاسته شرعا لكن الشارع ينهانا عن ذلك هاي أحكام شرعية موضوحا قد يكون الإنسان موضوحا قد يكون الشجر الآن شجر الحرم نحن في موسم الحج الحرم الشريف والمسجد الحام له حرمة وهذه الشجران نحن مسؤولين شجر الحرم أن لا يجوز لنا أن نقلع الشجر أو هذا الطير إذا جاء لا يجوز لنا أن نتعدى عليه هاي أحكام شرعية موضوحا يكون طائر الحرم أو موضوحا يكون شجر الحرم فالفارق بينهما فارق جوهر ما بين الحق والحكم شكرا جزيلا لسماحة السيد على هذه الإفاضة المداخلة الثانية طبعا شيخنا الفاضل شكرا على مداخلتك القيمة شكرا للجميع نسأل الله أن يوفقك بأن تستزيد من هذه الإفاضة لتمعن بحثا في هذا المصطلح شكرا جزيلا للباحث شكرا للمشاهدة